حظيت قلعة القويرة في محافظة العقبة بكثير من الاهتمام في القرون الميلادية الأولى أي في عصر الرومان وبعدها في العصر الإسلامي وصولا إلى فترة الحكم العثماني والثورة العربية الكبرى إلا أن القلعة لا تحظى بالترويج الكافي من قبل الجهات المختصة التفاصيل في هذا التقرير رغم عمال ترميم التي تجريها وزارة السياحة والآثار لقلعة القويرة التاريخية إلا أنها لم تحظى بنصيب من الترويج السياحي خاصة أنها تقع في قلب المثلث الذهبي الذي يضم العقبة ووادي رم والبتراء بدأنا العمل من سنة 2018 بأعمال الترميم والتطوير وصيانة هذا الموقع ليكون عبارة عن منتج سياحي يكون طبعا انضيف الخارطة السياحية في منطقة الجنوب وخاصة محافظة العقبة سكان المنطقة طالبوا بإلاء القلعة بالاهتمام وإدراجها على الخارطة السياحية المواطنون أشاروا إلى أن القلعة يمكن استغلالها لتكون مركز نشاط للفعاليات الثقافية والسياحية لمساحتها الكبيرة وتميزها بوجودها في منتصف اللواء الذي يشكل ممراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه لكافة السياح العرب والأجانب ولكافة القطاعات والفعاليات نتمنى على سلطة العقبة الاقتصادية أو ممثلة بمفوضية السياحة الاعتمام أكثر بهذه المنطقة وبهذه القلعة وتوفير خدمات بني تحتية أكثر لها حتى يكون في تروير سياحي أكثر واستقبال عدد أكبر من السياح وبحسب المؤرخين فإن القلعة حظيت بمكان مميز عبر التاريخ لموقعها المميز وهو ما تثبته أعمال الاستكشاف التي عثرت على فخاريات نبطية ورومانية وإسلامية قبل أن يتم استخدامها كحصن من قبل الدولة العثمانية ترجمة نانسي قنقر